اهلا بكم قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان البنك يعكف حاليا على اعداد مشروع تعليمات لتنظيم العلاقة بين المؤسسات المصرفية ومدقيقي حسابتها جاء ذلك خلال افتتاح اعمال المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر تحت عنوان نحو عالمية مهنة المحاسبة والتدقيق بتنظيم من جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وبالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب من جهته قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي ان مسئولية مدقق الحسابات الخارجي ازدادت بالفترة الاخيرة لا سيما بعدما شهدت الاسواق العالمية انهيار العديد من الشركات لأسباب معظمها تتعلق بمسئولية المدقق وبين ان المؤتمر سيركز على المعايير الدولية لمهنة المحاسبة والتدقيق التي تتبناها الدول والمنظمات المهنية حول العالم توقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان تشهد اسعار الاضاحي لهذا العام انخفاضا في اسعارها بسبب زيادة الكميات المستوردة بواقع خمسمائة الف رأس عن العام الماضي واشارت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم انه من المتوقع ان يصل عدد الخراف الموجود حاليا والمستوردة من عدة مناشئة الى حوالى 450 الف رأس قبل حلول عيد الاضحى المبارك وفيما يتعلق بالخراف البلدية فيصل عددها بشكل تقديري الى نحو 200 الف رأس وطلبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين من تجار الاضاحي اعلان الاسعار في مكان بارز في اماكن البيع المخصصة في مختلف المناطق لتعريف المواطنين باسعار الاضاحي المختلفة سواء البلدية او المستوردة ويتراوح معدل الاستهلاك المحلي بين 350 الى 400 الف رأس وافق مجلس الوزراء على اعفاء المكلفين الذين تترتب عليهم ارصيدة ترديات واستحق عليهم دفع رصيد ضريبي من تاريخ تقديم الطلب من الفوائد والغرامات المترتبة على تأخير توريد الارصيدة المستحقة وبقيمة مساوية لمبلغ الرد كما شمل القرار اصدار تعليمات ادارية تعجل في سرعة اجراءات الرد الضريبي بحيث تتناسب مع المدة المحددة في قانون الاستثمار وبما لا يزيد على شهر لغيات التسهيل على المكلفين والموائمة بين الاجراءات الى ذلك اكدوا مجلس الوزراء على قراره السابق باعفاء الفعاليات والمهرجانات الفنية التي تقام في المملكة من الرسوم الجمهورية وضريبة المبيعات العامة والخاصة ورسوم طوابع الواردات وضريبة الدخل المفروضة على الادوات الموسيقية وعقود منظمي الحفلات وعلى الفنانين عند احيائهم الفعاليات والمهرجانات وجاءت هذه القرارات لتطوير المناخ الاستثماري وتحفيز القطاع السياحي في المملكة بعد ان شهد انخفاضا في اعداد السياح القادمين للمملكة نتيجة لتداعيات الاوضاع الاقليمية في المنطقة ترى انخفاض طفيف على اداء بورصة عمان خلال جلسة تداول اليوم اذ اغلق مؤشرها العام من خفاض نسبته 9% واضهرت مؤشرات البورصة انخفاض الرقم القياس العام لأسعار الاسهم لاغلاق اليوم الى 2079 نقطة وحجم التداول بلغة كما تشير البيانات 9 مليون و300 ألف دينار عدد الاسهم المتداولة كما تشير البيانات ايضا 7 مليون و200 ألف سهم نفذت من خلال 3883 عقد اما على المستوى القطاعي فانخفض الرقم القياسي لكافة القطاعات بنسبة 78% للخدمات والقطاع الصناعة نلاحظ ارتفاع 22% والقطاع المالي ارتفاع ايضا بنسبة 4% وعن مساهمة القطاعات في حجم التداول ساهم القطاع المالي بنسبة 70 و25% والصناعة 16-32% الخدمات اخيرا 13 و43% اما الشركات الاكثر اتفاعا في اسعار اسهمها فهي الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك الاردن بنسبة 85% العقارية الاردنية للتنمية 94% ورم للوساطة المالية 74% الفاتحون العرب للاستثمار بنسبة 4 و71% ومساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية بنسبة 4 و65% والى خبر اخر اظهرت دراسة عالمية ان معدل سعر البنزين حول العالم يبلغ دولارا وستة سنتات لكل لتر في حين يبلغ للسولار 92 سنة لكل لتر في حين يبلغ للغاز الطبيعي 57 سنة وذلك في السابع من شهر ايلول الحالي وصنف الاردن بحسب دراسة لموقع جلوبال بيرتريوم بيزنس ضمن الدول الاغلى في اسعار مادة البنزين حيث بلغ دولارا للتر وجاء في المرتبة 78 على مستوى العالم وعلى المرتبة 16 على المستوى العربي في حين صنف الاردن ضمن الدول الاقل في اسعار السولار اذ يبلغ معدل اسعر 56 سنة حيث جاء الاردن بالمرتبة 23 على مستوى دول العالم وعلى المرتبة 12 على مستوى الدول العربية طالب رئيس جمعية مستثمري شرق عمان اياد ابو حلتم لجنة الطاقة النيابية بعدم الموافقة على رفع اسعار الكهرباء بداية العام المقبل بسبب انخفاض اسعار النفط وقال خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيعثر سلبا على الصناعة الوطنية خاصة ان بعض المصانع تعاني من انقطاع الكهرباء ما اثر على انتاجيتها من جهته اكد رئيس اللجنة جمال قمو ان اللجنة سترفض قرار الرفع نظرا لانخفاض اسعار النفط عالميا مؤكدا ضرورة ان يكون هناك ربط ما بين محطات تحويل الكهرباء لمواجهة انقطاعات الكهرباء في حال حصولها في حين دعت رئيسة جمعية سيدات الاعمال كاتيا العبادي الى ضرورة وجود نية صادقة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتمكن المرأة للعمل في مجال الطاقة اشتركوا في القناة